قصة قابيل وهابيل تحدث القرآن الكريم عن قصة قابيل وهابيل التي كانت أول قصة قتل تحدث في تاريخ البشرية وسنذكر لكم في هذا الفيديو تفاصيل القصة كما وردت في كتابنا العزيز قال الله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطمعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعاجت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من الناذمين قصة هابيل وقابيل وضعت حواء زوجة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام توأمين هما هابيل وأخته وقابيل وأخته وكان كل من قابيل وهابيل عاملين فقد كان هابيل من رعاة الأغنام وقابيل من زراع الأرض تزوج كل من قابيل وهابيل أخت الآخر وذلك حفاظا على النوع الإنساني وكان التوأم وقابيل أجمل من توأم هابيل وعندما طلب آدم من أبنائه إتمام ذلك الزواج أبا قابيل ذلك لأن نصيبه هو الفتاة الذات الجمال الأقل فقد أراد أن يتزوج من توأمه ولم يرضى بتلك القسم ولا حل ولحل تلك القضية هذا الله تعالى آدم إلى مخرج ما وهو أن يقدم كل من قابيل وهابيل قربانا إلى الله والذي يقبل قربانه سينال مراده ومشتهى فقام هابيل بتقديم جمل من أنعامه أما قابيل فقد قدم قمما مزرعه نزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت لقابيل قربانه فغضى هابيل وقال لأخيه لأقتلنك كي لا تنكح أختي فقال إنما يتقبل الله من المتقين كان هابيل رجلا موفور الجسمي والعقلي ووهب الحكمة وآثر رضا الله تعالى وطاعة والديه رابيا بقسمة ربه فقد غالت نار الحسد والغير والحقد في قلب قابيل فقال بقتل أخيه وهو نائم ويقال أن حادثة القتل هذه قد حدثت في جبل قاسيون المطل على دمشق وبهذا يكون هابيل أول من قتل على سطح الأرض ولم يعرف قابيل كيف يواري جثة أخيه وقرر أن يحمله في جراب على ظهره حائرا ومضطربا لا يعلم ما يفعل إلى أن بعث الله تعالى غرابين يقتتلان فقتل أحد الغرابين نذيره وقام بعمل حفرة في التراب بمنقاره ليواري فيها جثة الغراب الآخر ويخفيها تحت التراب ومن هذا المشهد تعلم قابيل متأثرا ومستشعرا بشيء من الحسر والنظم وقام بحفر حفرة لأخيه دافنا جثته تحت التراب ترجمة نانسي قنقر